نبدأ في عرض أسئلة حضراتكم على السؤال اللي كنت ترحينه ووجه أسئلتك ليه الدكتور عبداللهدي مصباح حول كورونا نبدأ بمحمد بيقول في سؤاله ياريت نتكلم عن موضوع رفع المناع في الجسم عن طريق أدوية أو أعشاب أو أي حاجة لأنه خطر وممكن يعمل مشكلة لأن الجهاز المناعي بيتصرف بعضوانية وبيقتل الخلايا المصابة والسليمة تعالي سياتك ايه؟ لا طبعا الكلام ده مش مزبوط أنه هو فاهم أن الأغذية والحاجات اللي بتتاخد دي بترفع المناعة تقوم المناعة تهاجم لا هو اللي بيحصل في حكاية هجوم المناعة على الجسم نفسه أنه اللي بيحصل ده ليه عدة عوامل جينية وهرمونية وبيئية وحاجات تانية اللي هي أمراض المناعة الذاتية أنه فيه زيادة بس في اتجاه غلط وده بيحصل نتيجة العوامل اللي أنا لسه ذكرها دلوقتي فلا اللي بياخد بتتزبط منعته لأنه هناك وظائف معينة لهذا الجيش الدفاع الإلهي اللي ربنا خلقه عندنا ده جيش مزبوط فلابد أن أنا أوفر لبتوع المدفعية الزخيرة ولابد أن أنا أوفر لبتوع المخابرات المعلومات ولابد أن أنا أوفر الدورة الدموية طب إيه هي الأسلحة دي دكتور اللي يجب دلوقتي نحصل نفسنا بها؟ عندك الفيتامينز بشكل عام يعني أنت عندك الغذة التغذية التغذية بتشمل فيتامين إي وفيتامين سي وفيتامين إي وفيتامين بي سيكس والزينك والسيلينيوم الحاجات دي موجودة في إيه؟ موجودة في الزي ما اتفقنا أنه كبات مية مع معلقة عسل ولمونتين عندك العصائر زي التوت والفراولة والحاجات اللي هي بس تكون فريش ما تكونش محفوظة الخضروات بألوان قص قزح يعني طبق الصلطة دا يكون في كل الألوان فلفل أخضر وأصفر وأحمر طماطم خيار جزر طماطم كرومب خيار جزر البنجر خضرات الورقية بأدونس الحاجات دي عندك اللي هو المكسرات خصوصا اللوز دا من الحاجات الهيلجة اللي فيها ويتامين إي الزيت الزيتون يتاخذ على جبن قريش ونعناع وبأدونس الحاجات اللي هي الخاصة بالأراسيا يميش رمضان اللي هو الأراسيا والمشمش الجاف اللي هو المشمشية والطمر عندك أيضا الفواكه زي الجوافة اللي فيها نسبة كبيرة من فيتامين سي أعلى من البرتقان واللمون وعندك الكيوي عندك الأفوكادو عندك حاجات كيفية لا تقريبا حاجات نقدر طبق السلطة دا في بيتنا كلنا بالضبط نقدر نكتر منه هل الحاجات الليمون مع العسل زي ما خضراتنا طبعا قلت طيب هل يفضل بقى مثلا لو حد هيعمل الليمون وعسل دا سهل هل بمية عادية من الحنفية ولا بمية سخنة أو دافية اليوم أفضل لا المية الدافية أو السخنة المية دافية مش هيفئت بقى الليمون أو العسل لا الدافية الدافية بمية دافية طيب أمجد مصطفى بيقول هل أعراض المية ما ليش هكمل النوم عنصر مهم جدا للمناعة قلت النوم بتوتر جهاز المناعة الخوف والتوتر وتوقع السيء من أهم الحاجات اللي بتقضي على كفاءة الجهاز المناعة يعني لازم نهدأ عصاب نتيجة لابد لابد ان احنا نهدأ والأمور هتمشي ان شاء الله وكل حاجة هتعدي ايضا الممارسة الرياضة دي عنصر مهم جدا عشان الدورة الدموية والبعد عن التدخين بأنواعه بما فيه السجارة الإلكترونية طيب دكتور زي ما بيقول أمجد بيقول هل أعراض الفيروس بتظهر تباعا ام بتظهر يعني متفرقة بمعنى السعال وارتفاع الحرارة والتهاب الأنف والحلق وغيره من أعراض بتظهر في وقت واحد ولا بتظهر تباعا لا هي في الأول بتظهر الجزء العلو من جهاز تنفسي يعني فيه اسبوع بيحصل فيه الكلام ده بعد كده لو المناعة بتاعة الواحد كويسة فممكن يعدي والأمور تستقر ويروح يعني الأعراض بالشكل ده لكن لو هو بقى عنده أمراض زي أمراض القلب أو الدورة الدموية أو السكر أو الضغط أو فاشل كلاوي أو فاشل تنفسي أو أمراض مزمنة فيهم يعني أو الأورام أو الناس اللي بتاخد مثبتات المناعة كل ده بيبقى منعته أضعف فبالتالي يجب أنه هو ياخد باله جدا وأي حاجة أنه يلجأ إلى الرعاية طيب دكتور هنا بعض الناس بتقول طب أنا ممكن يجيلي كعمر ممكن يجيلي الأعراض دي وخلاص أوكي أنا أمنت أن هي كورونا أتصرف إزاي وأنا عندي التهاب الأنف شوية حرارة تكسير في الجسم هل أبتدي أعزل نفسي في البيت ولا أروح المستشفى ولا إيه يعني مين المفروض يروح المستشفى ومين المفروض يعزل نفسه في البيت إحنا تفاناً 80% من الناس عندها دول بتعدي كأنها دور بردة عادي آه يعني دول 80% يعدي أنها دور انفلوانزة دور انفلوانزة عادي عادي يعني بس لو معاه في نفس البيت آه 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 أو حوامل أو حوامل أو حوامل بالزبط كده آه 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 يبقى لابد إنه هو يعزل نفسه تماماً آه 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 دي نمر واحد لمدة أسبوعين على الأقل آه 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 يبعد عنهم بقدر الإمكان يبقى له حمامه الخاص واحد بس اللي يتعامل معاه في البيت كده يعني واخد احتياطاته واخد احتياطاته لكن آه لو هو من الفئات دي أول ما يحس ضيق في التنفس مع حرارة مع آه 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 مش عارف ياخد نفسه مش عارف ياخد نفسه ده لازم يروح مستشفى ده اللي يروح مستشفى آه لكن غير كده ما يروحش لا ما يروحش آه وممكن جدا أنه يبقى فيه علاجات معينة لأن برضو خلي بالك مش كل حاجة آآ بتكون آآ أنتي فيرال لا فيه فيه ممكن يحصل ساكندر انفكشن أو عدوى بكتيرية ثانوية آه تقوم دي تؤدي إلى مشكلة آه فبرضو أحيانا الأنتي باياتيك بيبقى له دور أحيانا آه آآ يعني نشوف إذا إذا نستشير طبيب آآ نستشير طبيب في الموضوع تمام طيب فيه سؤال برضو مهم من أمجد آآ لا من كمال بيقول هل ممكن الفيروس يعود مرة تانية يعني خلاص آآ أخف منه وعلى زرحتك كويسة هنفيش أي مضاعفات كتير عدت على 14 يوم وخفيت هل ممكن قلقت الدور تاني بتاع الكورونا هو ده آآ آآ من حيث آآ 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 إجابة العلمية آآ صحيحة الل aslam يتأكد منه بعد يعني آآ بس في الغالب لـ في الغالب لـ في الغالب لـ دي حاجة الحاجة التانية أنه بدليل أنه أنه هذا حاكم ولاد نيويورك قال حاكتين أنه في عشر تلاف شخص هيجربوا الدواء بتاع الزيترو ماكس مع الهيدروكسي كلوروكين عشر تلاف واحد لأن الدراسة اللي نشرت على 40 واحد فقال لك لا ما نقدرش نماشي دي وده كان الخلاف ما بين الأطراف بعد كده قال لك الحاجة التانية اللي النهاردة بدأت تجرب أن أنا باخد البلازمة اللي هو الدم عبارة عن خلايا وبلازمة فباخد البلازمة بتاعة الأشخاص اللي هم خفوا وأبدأ أحقن بيها الأشخاص اللي هم في المراحل الأخير لكن مبدئيا صعب أنه يتكرر تاني فترة قريبة زي دورلم في الوانزة أنا بجي لم في الوانزة بعد شهور بس أنا ما عنديش داتا ولا حد يعني آه بالضبط طيب سيد طمو محمد بتقول عاوز أعرف طرق تنقل العدوة وانتقال العدوة من شخص مصاب لشخص آخر سليم لأن بدأ كلنا وبتقول هل نقل الدم بيعمل ده بين الفيروس ولا لا لأن كلنا بدأ يبعى عندنا الأسف اللفظ اللي هقوله هسهس كل واحد فينا مش عارفين نفتح الأكرز يعني الكوع دعب معانا الفترة دي الحقيقة آه يعني آه هي اللي هي طبعا الناس كلها خايفة بس لازم نهدى يعني في فرق بين الخوف والحرص والهلع بزبط طب لما أنتو خايفين ما تعودوا في بيوتكو يعني أنا عايزة الفهم في ناس بتنزل عند شخص يعني ما هو تنزل السوق تجيب حاجات البيت لا ده في فرق بين انه اللي بينزل لحاجة ضرورية واللي بيتجمعوا زي الشباب بيتجمعوا في بيت واحد فيهم ويعملوا كأنهم يعادين على قهوة ولا كافية ولا باطفة ده ده كلام فارغ ولازم يتمنع يعني لازم هم يفهموا بزبط انه هم حيدفعوا التمن لأن خلي بالك إذا كنا تكلمنا عن كبار الصين ده في الصين ايه لكن أوروبا وأمريكا هم كلهم شباب من 17 ل49 50% من 50% مظبوط ده في نيورك اه الاصابات فأنت بتتكلم اه من 18 ل45 أو 49 فأنت بتتكلم في ايه يعني انت فهم نفسك انك انت سوبرمان مفيش حد ما احمد لا مفيش حد ما احمد طيب الطرق الوقاية عشان أضمر ان انا ما ينتقليش العدوى اعمل ايه جسيل اليدين جسيل اليدين أهم حاجة اه كل شوية ولو مسكت حاجة مسكت اكرة طرابزين اي حاجة من الحاجات دي لازم تغسل ايدك ويستحسن لو انت لابس جوانتي يبقى افضل يعني بشكل مستمر بشكل مستمر لا ما هو مش على طول اه يعني انت برا لابس جوانتي اول ما تدخل بيت لا ترميه ترميه بالظبط مش تستخدمه تاني وإلا تبقى انت جايب معاك البلوى البلوى ودعك في وش ونسي وعمل كده بالجوانتي اه لا يبقى هو هو نفس لامعرض لا ده نفس اه طبعا لا دي مشكلة لو عمل كده حيتنهل له العدوى بسهولة لانه قاعد يجمع بيجمع الجوانتي اه لكن هو اللي يحصل انه هو داخل سوبر ماركت داخل حاجة يلبس كمامة طالما فيه يعني عداد حواليه اه وما فيش ديستنس يعني السوشيال ديستنس ما فيش مساف ما فيش تباعد اجتماعي ما بين الناس تباعد اجتماعي اللي هو من متر المتر طيب يعني والله دكتور في اسئلة كتير فمعليش اسمح لحركة نأجلها البكرة ايو لا يوم لتنين يوم لتنين خلاص البعد بكرة يعني ان شاء الله دائما بنتشرم في وجود حركة معنا دي سعدني يا حبي شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله إبريك أستاذ المناعة شكرا جزيلا بحضرتك متعكم الله بالصحة والعافية ربنا يديك الصحة ويحمي مصر يا رب اللهم أمين اللهم أمين